أنتم تريدون قتلي أنا أعرف هذا وتبذلون قصارى جهودكم وتحاولون وستبقون تحاولون لكنكم لن تنتفعوا من ذلك مشكلتكم ستبقى ستبقى المشكلة قائمة لأنكم نواصف لأنكم بثريون لأنكم مرجئيون أنتم مصدين أنتم عظام أنتم يا أيها المراجل أنا أدري تابعوني البرنامج لأن هذا البرنامج نعي الوالديكم أنا أدري نعي الوالديكم أتحدث عن برنامج ما بين واقعين أنا أدري نعي الوالديكم وجاي تابعوني البرنامج منين جبتوا هذا الدين منين جبتوا نصيحتي الموجزة لكم للذين يريدون أن يعملوا في صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل الهم العقائدية المهدوي نصيحتي الموجزة لهم لا تعملوا سرا ليكن عملكم واضحا تحت الأنظار لا تشعر الآخرين بأنكم تمتلكون سرا خاصا بأنكم تقومون بعمل سري وأنتم لا تقومون بشيء الذي نريده نشر ثقافة إنه أمر ثقافي واضح وصريح مثلما تذهبون إلى مكتبة فيها الكثير من الكتب فأنتم تتابعون مكتبة تلفزيونية فيها الكثير من الكتب المتلفزة إنها مكتبة متلفزة تتناسب مع أيامنا هذه مثلما يذهب الناس في الأزمنة الماضية إلى المكتبات التي تجمع فيها الكتب المطبوعة جد جد نوع جديد من الكتب المتلفزة فقناة القمر هي مكتبة لكتب متلفزة كل الذي نعمله هو هذا نصيحة المجزة أن يكون عملكم علنيا لا تشعر الآخرين من أنكم تمتلكون شيئا هم لا يمتلكونه تحدثوا في العلن وعملوا في العلن وحذاري من المعلومات الكاذبة أترك الكذبة لمراجع الشيعة وللأحزاب الشيعية هم سهادة الكذب هم متخصصون بالكذب فاتركوا الكذبة لهم هذه النصيحة المجزة وهناك ملاحظات حول أهم مشكلات هذا العمل لكن وقت الحلقة قد انتهى أهم مشاكل عملنا هذا ونحن نتحدث عن صناعة تيار فكري مجتمعي في أجوائنا العقائدية أتحدث عن الأجواء العقائدية الزهرائية الحسينية المهدوية المشاكل كثيرة أنا هنا أتحدث عن عنوان جديد المعوقات شيء المشاكل شيء آخر المعوقات أمور خارجية تحول فيما بيننا وبين الوصول إلى هدفنا أو تحول فيما بيننا وبين أن نحصل على الوسائل المناسبة التي نحتاجها في عملنا تلك معوقات خارجية أما المشاكل فهي داخلية هذه المشاكل تبدأ من نفوسنا من نفوس العاملين تبدأ من نفوسنا وتخرج من واقع العمل نفسه تكون معوقات من الداخل وليست من الخارج ما حدثتكم عنه من معوقات في العمل تلك معوقات خارجية ترتبط بخطة العمل أما المشاكل التي أقصدها في حديثي الآن هذه تكون نابعة من العمل نفسه من العاملين أنفسهم بعد أن توفرت الوسائل وبدأنا تنفيذ الخطة ستطرأ المشاكل في داخل العمل وهذه قضية طبيعية في كل عمل إن كان العمل دينية أو كان العمل ثقافيا أو كان العمل تجاريا أو كان العمل سياسيا وهكذا لذا سأشير إلى أهم المشاكل لأن المشاكل لا يمكن أن تحصل كل فرد من هو عبارة عن مجموعة من المشاكل هذا هو واقعنا فحينما نجتمع للعمل حتى وإن لم نكن قد اجتمعنا بشكل مباشر وإنما كل شخص يعمل في مكانه في بلده في مدينته في قريته ومن دون أن نلتقي وجها لواجه ستكون هناك مشاكل هذه قضية طبيعية في كل عمل نحن نتحدث عن صناعة تيار فكري مجتمعي هذا أمر عظيم ما هو بأمر هي المشكلة الأولى عدم الوضوح هذه المشكلة هي المشكلة القاصمة للظهر وهذه مشكلة الواقع الشيعي وأنا هنا لا أتحدث عن مشكلة الواقع الشيعي عموما إنما أتحدث عن مشكلة في نفس عملنا هذا الذي أتحدث عنه عدم الوضوح عدم الوضوح قد يكون عقائديا وقد يكون ثقافيا وقد يكون سياسيا وقد يكون اجتماعيا الوضوح العقائدي له الأولوية وبعده الوضوح الثقافي وبعده الوضوح السياسي وبعده الوضوح الاجتماعي نحن بحاجة في عملنا إلى أصناف من الوضوح بالدرجة الأولى الوضوح العقائدي بالدرجة بالدرجة يطرد 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 عن أذهاننا ويطرد عن نفوسنا الخرافات والترهات التي تنتشر في واقعنا الإسلامي الشيعي والسني على حد سواء وفي واقعنا العربي هناك الكثير من الخرافات والترهات تعيش هنا وهناك بل تعيش في كل أمكنتنا الوضوح الثقافي هو الذي يخلصنا منها فنحن بحاجة إلى وضوح عقائدي يجنبنا الضلال ونحن بحاجة إلى وضوح ثقافي يخلصنا من السفاسف والتفاهات والترهات التي نشرها رجال الدين من السنة والشيعة في أوساطنا ونحن بحاجة إلى وضوح سياسي كي لا نخدع نخدع بهؤلاء بهؤلاء السياسيين الإسلاميين من السنيين أو من الشيعيين كي لا يضحك علينا جموع من السفلة جموع من الكذابين الأفاقين جموع من اللصوص السراق جموع من عديمي الشرف والنزاهة والكفاءة والثقافة هؤلاء هم السياسيون الإسلاميون من السنيين والشيعيين على حد سواء في واقعنا العراقي بشكل خاص وفي الواقع العربي والواقع الإسلامي بشكل عام فنحن بحاجة إلى وضوح في المستوى العقائدي وفي المستوى الثقافي وفي المستوى السياسي وفي المستوى الاجتماعي كي نعرف التعامل مع الناس كي نصنف الناس تصنيفا صحيحا إذا لم نكن على وضوح اجتماعي في في معرفة طبائع مجتمعاتنا وماذا يجري في كواليسها فإننا لا نحسن التعامل معها وحينما لا نحسن التعامل معها سيكون تشخيصنا لتكليفنا الشرعي ليس سليما سنقع في متاهات ومطبات بقدر ما نمتلك من وضوح في الجانب العقائدي وفي الجانب الثقافي وفي الجانب السياسي وفي الجانب الاجتماعي بقدر ما نملك من وضوح فإننا سنكون قريبين من الصواب وستكون تصرفاتنا وفقا لحكمة قريبة من الحكمة اليمانية فهذه المشكلة مشكلة عويصة عدم الوضوح علاجها متوفر لديكم برامج قناة القمر برامج قناة القمر تمنحكم الوضوح تمنحكم الوضوحة العقائدية والثقافية والسياسية والاجتماعي كل برامج قناة القمر بنيت وفقا لهذه الأولويات هناك أولوية عقائدية بعدها تأتي الأولوية الثقافية وبعدها تأتي الأولوية السياسية وفي ختام الأمر تأتي الأولوية الاجتماعية إذا ما رجعتم الآن ودققتم في كل برامج فإن برامج قد بنيت وفقا لهذه الأولويات إذن هذه مشكلتنا الأولى عدم الوضوح قد تسألون عن أسبابها أسبابها كثيرة أسباب عدم الوضوح منها ما يرتبط بالتربية الأسرية ومنها ما يرتبط بالأعراف الاجتماعية ومنها ما يرتبط بالأوضاع السياسية وخداع السياسيين للشعوب ومنها ما يرتبط بمنظومة التعليم ومنظومة الإعلام ومنها ومنها هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى عدم الوضوح لكن الأخطر منها الأخطر منها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية والأخطر فيها هم المراجع أنفسهم كانوا يضحكون علينا حينما يقولون من أن أسباب المشاكل في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هم أولاد المراجع أصهار المراجع أحفاد المراجع حاشية المراجع هذا كذب من المراجع أنفسهم بالضبط حينما سألوا إبليس ما هو أهم شيء فعلته في تضليل الناس قال أنسيتهم نفسي أنسيتهم الشيطان وهذا هو الذي فعله مراجع النجف وكربلاء هم الذين كانوا سببا في ضلال أبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وحواشيهم المراجع هم هم وما صدر من قبح من أولادهم أو من أصهارهم أو من تلامذتهم ووكلائهم أو من حاشيتهم ما صدر من قبح بالدرجة الأولى قد صدر منهم بتخطيط منهم هم يضحكون علينا يجعلون الناس يلقون باللوم على أولاد المراجع وأصهار المراجع وحواش المراجع ويصنعون الأعذار للمراجع كي يكون في مأمن وكي يستطيع أن يضحك على الشيعة والحقيقة أن أولاد المراجع مع قبحهم وأصهار المراجع مع قبحهم وأحفاد المراجع مع قبحهم وحواش المراجع مع قبحهم مع قبح هؤلاء جميعا لكنهم أجمل بكثير وكثير وكثير إذا أردنا أن نقايس قباحتهم بقباحة المراجع أنفسهم هذه هي الحقيقة لا يضحكون عليكم الضلال كل الضلال ليس من أولاد المراجع من المراجع أنفسهم التفاهة والسفاهة والسفالة من المراجع أنفسهم وليس من أولادهم إنما أولادهم يسيرون على منهجهم أصهارهم كذلك وكلاؤهم كذلك حاشيتهم كذلك يسيرون على منهج سفاهتهم وضلالهم إلا أن القباحة كل القباحة والشيطنة كل الشيطنة من تحت رؤوس هؤلاء المخادعين من تحت رؤوس هؤلاء الأبالسة هذه الحقيقة المقشرة الواضحة بلاءنا من هؤلاء وليس من أولادهم ولا من أصهارهم مع أن بلاء أولادهم وأصهارهم عظيم جدا لكنه لا يقاس بشيء بالبلاء القادم من عند المراجع أنفسهم سواد الله تعالى وجوههم على الذي فعلوه بنا فعلوه بالشيعة منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوس حوزته المشؤومة في النجاف نذهب إلى فصل المشكلة الثانية المشكلة الأولى مرت علينا عدم الوضوح المشكلة الثانية فيروس الرئاسة والزعامة أنا لا أتحدث عن زعامة كبيرة وإنما قد يظهر بينكم وأنتم مجموعة قليلة قد يظهر بينكم من يريد أن يتزعم عليكم من أول لحظة صارحوا وتخلصوا من من أول لحظة كارثة هذه كارثة هذه تدمر عملكم بشكل كامل وتغير اتجاهاته الصحيحة إذا ما بدأ هذا الفيروس يشتغل في صدوركم حاولوا أن تعالجوه من اللحظة الأولى نحن نتحدث عن تيار مجتمعي ليس هناك من زعامات هذا التيار هو نواة لبناء أمة لإرجاعها إلى قائدها إلى قائدها الأصل وإبعادها عن هذه الرؤوس العثنة مثل ما يقول علي الشرقي قوم رؤوس كلهم رؤوس عثنة قوم رؤوس كلهم أرأيت مزرحت البصل رؤوس بصل خائسة عثنة جيفتها في كل مكان فصناعة تيار فكري مجتمعي نواة لبناء أمة تعود إلى قائدها الأصل والبداية من العقيدة السليمة بعيدا عن ضلال هؤلاء الكذابين المحتالين الذين يقولون لنا من أنهم نواب صاحب الزمان وهم نواب الشيطان لا يفقهون شيئا من معارف صاحب الزمان كتبهم دالة على ذلك فضائياتهم تنضح سفاهة وتفاهة صباح مساء تدل على ذلك واقعهم والقذر المبني على الخداع والكذب والتدليس والضحك على ذقون الشيعة كل هذا يثبت حقيقة ما أقول فإذا ما بدأ فيروس الزعامة والرئاسة يشتغل في نفوسكم هذه بداية خراب هذا العمل المشكلة ستكون عند المعممين المعممون ما إن يضعوا أقدامهم في حوزة النجف وكربلاء وإذا بهم يتطامحون إلى الزعامة والرئاسة خصوصا حينما يلبسون طاقية إبليس هذه هذه العمامة التي يقولون عنها من أنها عمامة رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله بريء من العمامة الإبليسية هذه وبريء من منهجها القدر فاحذروا احذروا من هذا الفيروس من الفيروس الرئاسة والزعامة هذا الذي ابتلي به مراجع الشيعة وابتلي به أصحاب العمائم في الأجواء الدينية المجتمعية وفي الأجواء الدينية السياسية ولقد جروا الويلات على أنفسهم وجروا الويلات علينا أقرأ عليكم بعضا من أحاديث العترة الطاهرة في هذا الاتجاه هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة ثلاثمية وثلاثة عش باب طلب الرئاسة الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن معمر بن خلات عن إمام الكاظم صلوات الله عليه أنه ذكر رجلا فقال إنه إنه يحب الرئاسة فماذا علق إمامنا الكاظم صلوات الله عليه ما ذئباني ضارياني في غنم قد تفرق رعاؤها قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة رعاة الأغنام تفرق ما ذئباني الضاريان الذئب الضاري هو الذئب الجائع المتوحش المفترس هذا هو الذئب الضاري ذئب جائع غاضب ما ذئباني ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها ليس هناك من يحميها بأضر في دين المسلم من الرئاسة قطعا الرئاسة الدينية هي أخطر بكثير من الرئاسة الدنيوية وليس الحديث عن رئاسة عالية جدا قد تكون رئاسة في حسينية صغيرة قد تكون رئاسة على مجموعة قليلة من الأفراد الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن مسكان قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون هم يترأسون هناك رئيس يفرضه الواقع وهناك رئيس يفرض نفسه هناك رئيس يفرضه الواقع مواهبه قدراته حاجة الناس إليه رغبة الأمة فيه لجوء المجتمع إليه ولكن هناك من يفرض نفسه أو يفرضه الآخرون من دون كفاءته لكنهم يصنعون له المناقب والمعجزات بأكاذيبهم وتدليسهم مثل ما يفعل لمراجع النجف وكربلاء ويصنعون لهم من الكرامات والمناقب التي لا تخطر في بال نفس هؤلاء المراجع الصادق يقول إياكم إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون مثل ما يفرض المراجع أنفسهم على الناس يدعون المرجعية ويدعون النيابة عن صحب الزمان فيترأسون على الناس ليس الواقع هو الذي يفرزهم وإنما هي الأحابيل والمخططات والماكرة والخدع والتدليس والمخاتلات وقد حدثتكم عن أمكر مخاتلات السستاني في حياته في برامج السابقة يمكنكم أن تعود إلى تلك التفاصيل إياكم إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون فوالله فوالله ما خفقت النعال خلف رجل من هؤلاء الذين يترأسون على الناس إلا هلك وأهلك السستاني لا يتحرك في الشارع حتى يتحرك الناس خلفه وإنما يقفون على أبوابه صفوفا ويأخذون النوبة من وكلائه في المحافظات العراقية الأمر أكثر خداعا أكثر خداعا وأكثر تضليلا وتثويلا إياكم إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك ضلوا وأضلوا هذا هو الذي حدثنا عنه أئمتنا من أن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى الحديث عن أكثرهم ضلوا وأضلوا الشيعة الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ملعون من ترأس من فرض نفسه رئيسا وخطط لذلك وسعى إلى هذا ملعون ملعون من ترأس ملعون من هم بها ملعون من حدث بها نفسه ملعون من ترأس بشكل عملي ملعون من هم بها من خطط لها وبدأ وبدأ يباشر العمل لتنفيذ مخططه ملعون من حدث بها نفسه لا ترأس عمليا ولا خطط وبدأ يباشر العمل لكنه حدث نفسه بها الإمام يلعن لا لعنة على كل من ترأس علينا في الأجواء الدينية الشيعية وفي الأجواء السياسية الشيعية ممن يلعنهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنا لا ألعن الجميع وإنما ألعن الذين يلعنهم إمامنا الصادق في هذا الحديث ملعون ملعون من ترأس ألعنه بلعنة الصادق ملعون من هم بها ألعنه بلعنة الصادق ملعون من حدث بها نفسه الحديث الثامن صفحة ثمية وأربعة عشر من المصدر نفسه بسنده بسند الكليني عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول أترى لا أعرف خياركم من شراركم أنا أعرفكم أنا إمامكم الصادق هكذا يقول أترى أتظن أترى لا أعرف خياركم من شراركم بلا والله وإن شراركم من هم شرار الشيعة وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه إنه لابد من كذاب أو عاجز أو عاجز الرأي هذا هو الذي يحتاج إلى أن يصفق له الناس وأن يهللوا له لو كان ممتلئا بحكمة وعلم ومعرفة فإنه لا يحتاج إلى كل هذا أقرب لكم المثال من واقعنا الشيعي العراقي أصحاب الشهادات والكفاءات الحقيقية حينما يعينون في مسؤولية في الحكومة ليس صعبا عليهم أن يستقيلوا أن يغادروا تلك المسؤولية ولكن الذين لا يملكون كفاءة ولا يملكون شهادة حقيقية ولا يملكون خبرة ولا يملكون نزاهة حينما يوضعون في مسؤولية حكومية عانية سيعانون كثيرا وكثيرا إذا ما قيل لهم غادروا هذه المسؤولية لا يستطيعون أن يغادروا سيحاولون التمسك بها إلى أبعد الحدود لأنهم ليسوا مؤهلين لذلك أما أولئك المؤهلون والذين يجدون قيمة في أنفسهم وقيمة لأنفسهم فإنهم سيغادرون المكان بسهولة لأنهم يجدون القيمة في خبرتهم وفي شهاداتهم وفي كفاءاتهم وفي نزاهتهم لا في هذه المسؤولية أما هذا الذي لا يمتلك الكفاءة كسائر السياسيين من السنيين والشيعيين في الأحزاب الإسلامية الدينية هؤلاء لا يستطيعون أن يغادروا هذه الأمكنة وهذه المسؤوليات لأنهم يجدون قيمتهم في هذه المسؤولية لا في أنفسهم وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه إنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي هذا الأمر ينطبق على المراجع الشيعة بالدرجة الأولى فالإمام يتحدث عن الرئاسة الدينية هنا وإنما جئتكم بمثال من الأوضاع الدنيوية لتوضيح الصورة الإمام الصادق يتحدث هنا عن الرئاسة الدينية عن هؤلاء المراجع الذين لا يمتلكون النزاهة ولا الكفاءة هؤلاء المراجع الدليل إذا ما تحدثوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه ما يحسنه ما يحسنه من علم من معرفة من بيان فقيمة كل امرئ ما يحسنه الإمام يقول تكلموا في العلم لماذا؟ حتى تبين أقداركم تكلموا في العلم تكلموا في العلم تتبين أقداركم هذا كلام أمير المؤمنين ما هو كلامي؟ المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه والطيلسان هو لباس الملوك ولباس الوزراء ولباس رجال الدين وكبار التجار الطيالسة جمع لطيلسان الطيالسة هي ثياب الملوك والوزراء وكبار رجال الدين وكبار التجار المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه إذا ما تحدث مراجع النجف وكربلا فإنهم فضيحة 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 لدين يقال له دين محمد وآل محمد إنهم عورة 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 من أقبح العورات الواقع يقول هذا ما أنا الذي أقول الشبكة العنكبوتية موجودة عندكم وتفحص ذلك بأنفسكم أو اذهبوا اذهبوا إلى برانياتهم وتحدثوا معهم غاية ما عندهم يلقلقون بعبارات أدعية هذه العبارات ليست سليمة من الجهة اللغوية والنحوية حثانة وقمامة ابتلي بها صاحب الأمر وفرضوا أنفسهم على أنهم نواب له لقد ضحكوا على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون علينا إلى هذه اللحظة وإن شراركم من أحب أن يوطأ عاقبه إنه لابد من كذاب أو عاجز الرأي نذهب إلى فاصل مشكلتنا الثانية الخطيرة هي هذه الزعامة والرئاسة ومن هنا قلت لكم هذا التيار ليس له من زعيم وليس له من قائد هذا التيار تواصل إنساني مع ثقافة العترة الطاهرة وانتهينا هذه الأمانة تنقل فيما بينكم وتنقل إلى الأجيال القادمة إن لم نكن في زمن قريب من زمان ظهور الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه فإننا فإننا ننقل الأمانة هذه إلى الأجيال القادمة وإذا كنا سنوفق لإدراك وقت ظهور إمام زماننا فهذا تمهيد في عقولنا وتمهيد في قلوبنا وتمهيد في نفوسنا كي نكون أنصارا وأعوانا لإمام زماننا قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه الرئاسة والزعامة خطر خطر داهم يدمر العقيدة ويحجب القلوب عن إمامها إذا وجدتم شخصا قد ابتلي بهذا الأمر اعزلوه تخلصوا منه هذا خطر 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 عليكم وخطر على عملكم حاولوا أن تنظفوا واقعكم من هذه القذارة نحن ابتلينا في التاريخ الشيعي بهذه القذارة عبر مراجع الدين وعبر أصحاب العمائم وعبر المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية منذ الطوسي حين شرع لنا شريعة الضلال وإلى هذه اللحظة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين حين أسس مركز الشيطان وبؤرة إبليس في النجف إنها حوزة النجف وكربلة ولذا فنحن في هذا التيار لسنا بحاجة إلى أسماء إلى ألقاب إلى عنوين لا للأشخاص ولا للأمكن نحن بحاجة إلى أن نتعلم وأن نعلم نحن بحاجة إلى أن نكون على وعي ومعرفة بثقافة العترة الطاهرة وبعد ذلك ستأتي الخطوة الصحيحة القادمة بنحو تلقائي إذا ما خطى الإنسان الخطوة الأولى صحيحة فإن الخطوة الثانية ستكون صحيحة أيضا نحن إذا ما كانت خطوتنا الأولى صحيحة في أن نكون على وعي ومعرفة بالعقيدة السليمة وبالثقافة الحكيمة للعترة الطاهرة فإننا في الخطوة الثانية سنكون على صواب لأن عملنا سيكون عملا سليما مطابقا للحكمة اليمانية التي هي حكمة محمد وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين فهذه قضية مهمة لابد أن ينظر إليها دائما 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 حذاري من فيروس الرئاسة والزعامة حتى ولو كانت رئاسة على شخص واحد وتجنبوا الألقاب والأوصاف والمقامات للأشخاص أو للأمكنة ليس بالضرورة إذا ما كان عندكم مكان تلتقون فيه أن تطلقوا عليه اسما لسنا بحاجة لهذا دعم إذا كانت هناك أمكنة في العرف العام أن يطلق عليها العناوين كالمساجد والحسينيات والمدارس والمنتديات والمراكز الفكرية والثقافية هذا أمر هذا أمر متوافر ومتواجد في واقعنا الحياتي اليومي لكنني أشير إلى أن تكون هناك أسماء وعناوين وكأنها تشير بشكل خاص إلى تنظيم معين إلى تشكيل مشخص تجنب كل هذا التيار الفكري المجتمعي كما قلت لكم حركة إنسانية مجتمعية باتجاه فكر محمد وآل محمد نريد أن نتعلم ونعلم نريد أن ننشر ونوضح ونبين والناس أحرار الناس أحرار هذه عقيدة العقيدة لا تباع بالأموال ولا تشترى بالأموال العقيدة لا تقبل بالوجاهات ولا تفرض بالقوة على الناس هذا أمر يُعقد في القلوب هذا عقد يجري فيما بين مضمون العقيدة ومضمون قلب ولذلك قيل لها عقيدة مثل ما حذرتكم في يوم أمس أحذركم مرة أخرى من أن تجعل هذا العنوان التيار عنوانا خاصا أنا لا أعنون هذه الخدمة بهذا العنوان كي يقال التيار الفلاني أو هذا تيار فلان نحن شيعة نحن شيعة نحن شيعة نحن رافضة نحن رافضة نحن شيعة رافضة نحن نرفض سقيفة بني ساعدة ونرفض سقيفة بني طوسي إذا كان الذين رفضوا سقيفة بني ساعدة قيل لهم رافضة فنحن رافضة أس اثنين نحن رافضة بنحو مربع بل بنحو مكعب نحن نرفض سقيفة بني ساعدة جملة وتفصيل أشخاص ومنهجة ونرفض سقيفة بني طوسي جملة وتفصيل أشخاص ومنهجة نرفض هؤلاء ونرفض هؤلاء أولئك صاروا على مذاهب وهؤلاء أتحدث عن سقيفة بني طوسي أنتجوا لهم مذهبا خاصا بهم هو المذهب الطوسي وسأحدثكم عنه في الحلقات القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله تعالى المشكلة الثالثة مشكلتنا الأولى عدم الوضوح مشكلتنا الثانية فيروس الرئاسة والزعامة مشكلتنا الثالثة الملل والضجر الملل والضجر نذهب إلى فاصل المشكلة الثالثة وهي الأخيرة مثلما قلت لكم إنني لا أتحدث هنا عن كل مشاكل العمل وإنما أحدثكم عن أهمها حدثتكم عن مشكلة عدم الوضوح وحدثتكم عن مشكلة الرئاسة والزعامة المشكلة الثالثة الملل والضجر قلت لكم من أن الخدمة الحسينية ربيعها في شهر محرم وصفر أما الخدمة المهدوية فليس لها من ربيع بعينه كل الوقت لها مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي الخدمة الحسينية لا قيمة لها إن لم تكن متلاشية في فناء الخدمة المهدوية هكذا نقرأ في وداع الزيارة الجامعة حينما نزور أئمتنا بالزيارة الجامعة هناك صيغة وداع تقرأ بعد الزيارة الشريفة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدنا الرسالة السلام مودع لا سئم ولا قال ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد سلام ولي غير راغب عنكم ولا منحرف عنكم ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم ولا زاهد في قربكم لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم وإتيان مشاهدكم جذوة الشوق لابد أن تبقى متأججة الحماس العقائدي لا بد أن يكون متوهجا السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدنا الرسالة كيف يكون هذا السلام السلام مودع لا سئم إني أودعكم على شوق على لهفة لا أودعكم على ملل وعلى ضجر سلام سلام مودع لا سئم ولا قال ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد سلام ولي غير راغب عنكم ولا منحرف عنكم ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم ولا زاهد في قربكم قلبي عندكم لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم وإتياني مشاهدكم إلى أن يقول دعاء الوداع ورزقني الله العودة ثم العودة ثم العود هذه التعابير كلها تشير إلى انتفاء حالة الملل والضجر هكذا يكون الشيعي ورزقني الله العودة ثم العودة ثم العودة ما أبقاني ربي بنية صادقة وإيمان وتقوى وإخبات إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم كيف أتوقع أن يجعلوني من همهم وأنا لست مهتما متفاعلا متحمسا متأججا في دواخلي باتجاههم هذا الذي سأل الإمام الرضا صلوات الله عليه ما لي من المنزلة عندك يا ابن رسول الله الإمام قال له انظر إلى قلبك ما لي من المنزلة عندك في قلبك ما هي منزلة في قلبك لك من المنزلة في قلبي بقدرها بإمكاننا أن نعرف منازلنا عند إمام زماننا ما هي منزلة إمام زماننا في حياتنا في قلوبنا في عقولنا في اهتماماتنا هل هي كما يقول إمامنا الصادق في تطبيقها العملي لو أدركته لو أدركته لخدمته أيام حياتي هل هي هكذا في تطبيقها العملي وقطعا التطبيق العملي الذي يكون بهذا الوصف ينعكس عن حالة معرفية وعقائدية وعن مستوى من النية الصافية العميقة بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني عند ربكم سادتي أئمتي أوليائي كلي لكم كلي لكم فاجعلوني من همكم هذه الكلمات قال عنها الصادق صلوات الله وسلامه عليه يجب أن تكتب بالذهب نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه همه وهمه لنا عبادا وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه همه همه لنا عبادة هذا هو الذي أحدثكم عنه يا أصحاب الهم العقائدي المهدوي هذا هو الذي أحدثكم عنه نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه همه لنا عبادة هذا الذي لا يعرف مراجع النجفي وكربلاء شيئا من كي يتذوقوا نذهب إلى فاصل لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذه زيارة الحسين في العيدين في عيد الفطر وعيد الأضحى جاء في وداعها هكذا نودع الحسين صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا مولاي سلامة سلامة مودع لا قال ولا سئم فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين يا مولاي لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك ورزقني العودة إليك والمقام في حرمك والكون في مشهدك آمين رب العالمين ثم قبله قبل القبر الشريف ثم قبله وأمر عليه جميع جسدك فإنه أمان وحرز واخرج من عنده القهقرة ولا توله دبرك السلام عليك يا مولاي يا حسين السلام مودع لا قال ولا سئم فإن أنصرف فلا عن ملاله هذا هو الملل والضجر الذي قلت لكم مشكلة من مشاكل عملنا هذا هذه الزيارات وهذه الأدعية الشريفة تغذينا بالحماس بالحماس وتؤجج جذوة الشوق في قلوبنا باتجاه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الدعاء الدعاء المروي عن إمامنا الرضا الذي قرأت ما قرأت عليكم منه في الحلقة الماضية هذا هو جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع لسيد بن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الآفاق إيران صفحة ثلاثمية وثلاثة عش هكذا جاء في هذا الدعاء الرضوي الشريف ولا تبتلنا في أمره في أمر إمام زماننا في أمر الحجة بن الحسن ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل المراد من الفترة الفتور إنه عدم الحماس انطفاء شعلة الجذوة المتأججة ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل إنما أؤكد هذا المعنى لأن الشيطان سيغزوكم سيقول لكم من أنكم تعملون بلا نتيجة السياسيون حينما يعملون في تنظيماتهم يتوقعون نتيجة محسوسة ستكون في عيديهم أصحاب أصحاب العمائم حينما يشتغلون للوصول إلى المرجعية وحينما يعملون في جو مرجعيتهم إنهم ينالون الشهرة وينالون الأموال وتسطر الأكاذيب في مقاماتهم العالية وتدبج الإفتراءات لصناعة كرامات ومعجزات لوجوداتهم القبيحة القذرة هناك شيء يحصلون عليه أما أنتم ماذا تحصلون من هنا يأتي من هنا يأتي الملل والضجر لأنكم كلما توقعتم الظهور في هذه السنة أو في غيرها فليس هناك من ظهور لأن الأمر ليس بأيديكم وكلما وصلتم العمل فإن عداء الآخرين يزداد باتجاهكم ستجدون أقرب الناس يحاول أن يؤذيكم هذا هو الواقع هذا هو الواقع لأن الشيطان سيشغل الجميع سيشغل الجميع باتجاهكم الشيطان الشيطان لا يريد للمشروع المهدوي أن يتحرك في أوساطنا يريد لمشروع المرجعية الشيعية الضالة أن يتحرك في أوساطنا ومن هنا فإنه دفع الناس بتضليله باتجاه هؤلاء المراجع هذه هي الحقيقة من الآخر ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل سياسة التسقيط التي يتبعها مراجع النجف وكربلا هي لبحث اليأس في نفوسكم ما هو علاج هذا أنا أحدثكم عن تجربتي صدقوني عبر هذه السنين منذ سنة ألف وتسعمية أو واحد وثمانين وإلى هذه اللحظة كلما زادوا في تسقيط سمعتي وفي تشويه سمعتي وكلما زادوا في مخططاتهم للنيل مني وللإيقاع بي ولإيذاء بكل الوسائل كلما ازددت في عملي في مواجهة ذلك وإنني بهذا أدخل السرور على قلب على قلب إمامي وأشد من عزيمتي وأشجع الذين معي وأجعلهم يزدادون كمد هذا هو منهج العترة الطاهرة هكذا علموني هكذا تعلمت منهم كلما ازدادوا في إيذاء كلما ازددت في عملي نشاطا وحماسا كما قلت لكم أدخل السرور على قلب إمامي وأشد من عزيمتي وأشجع الذين معي وأبعد اليأس عنهم وأجعل أولئك يزدادون كمد فليذهبوا إلى الجحيم هذا هو سر حماسي أنتم تدركون مدى الضغط الذي يوجه إلي من القريب والبعيد ولكنكم تشاهدونني أحافظ على حماستي بل أزداد فيها ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل واجعلنا ممن تنتصر به لدينك ديننا هو إمام زماننا واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك ولا تستبدل بنا غيرنا قانون الاستبدال حدثتكم عنه في البرامج المتقدمة قانون خطير ولا تستبدل بنا غيرنا فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير وهو علينا كبير إذا استبدلنا فماذا نصنع ماذا نصنع فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير إنك على كل شيء قدير هذه أمثلة ونماذج من أدعيته من زياراته من كلماتهم الشريفة التي تخبرنا عن خطورة الملل والضجر في الساحة العقائدية من هنا قلت لكم أهم المشاكل أولا عدم الوضوح وثانيا طلب الرئاسة والزعامة فيروس الرئاسة والزعامة وثالثا الملل والضجر في ساحة العمل العقائدي في أهم أدعية زمان الغيبة وهو دعاء ورد إلينا من الناحية المقدسة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الدعاء الذي أوله اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك ماذا نقرأ في طوايا هذا الدعاء الشريف اللهم ولا تسلبن اليقين لطول الأمد في غيبته لأن اليقين يمكن أن يسلب منها ولذا فإن الدعاء يشير إلى هذه الحقيقة اللهم ولا تسلبن اليقين لطول الأمد في غيبته نقرأ في غيبة النعماني هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدس صفحة 348 من الحديث الثامن وهو حديث طويل وملحقاته إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في جملة ما قاله فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقي فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقي منظومة فكرية واحدة أحاديثهم رواياتهم زياراته زياراته أدعيته قرآنه ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي التي دمرت هذه المنظومة المتسعة المطردة العميقة إنها عميقة في جذورها وعميقة في انتسابها إلى محمد وآل محمد عميقة في أصولها الفكرية قرآنا وحديثا عميقة في مضامينها وعميقة تتجذر في القلوب المنيرة المبصرة هكذا نقرأ في سورة الحديد أيضا في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم اللهم اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنا ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره حينما تقص القلوب سيسيطر عليها الملل والضجار هلن يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تلين قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم إنهم اليهود وكثير منهم فاسقون هكذا نقرأ في الآية الرابعة والسبعين بعد البسملة من سورة البقرة الآية تخاطب بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة قلوب هذا حالها يسيطر عليها الملل والضجار والفتور والكسل شيء طبيعي هذا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي فهي كالحجارة أو أشد قسوة حينما طال عليهم الأمد طال عليهم الوقت قست قلوبهم لماذا لأن الأولويات قد اضطربت عندهم وهذه مشكلة الشيعة على طول الخط على طول التأريخ مشكلة الشيعة اضطراب قائمة الأولويات عندهم فحينما طال الأمد على اليهود قست قلوبهم لماذا هل لأن الأمد كان طويلا لأن قائمة الأولويات عندهم كانت مضطربة والأمر هو هو في واقعنا الشيعي إننا نقدم الأمور غير المهمة على الأمور المهمة ونقدم الأمور المهمة على الأمور الأهم وحينما نأتي إلى الأمور الأهم نقدم الأقل أهمية على الأمور التي هي أكثر أهمية هذا هو اضطراب الأولويات وهذا واضح واضح في أجوائنا الحسينية إننا نجعل الخدمة في ساحة أهل البيت في أن نقوم بطبخ طعام تتحول الخدمة الحسينية إلى قدر قيمة وقدر تمن تمن يعني رس حينما أتحدث عن عدم الاهتمام بطبخ القيمة والرز فأنا لا أعارض الطبخ أبدا أنا نفسي أشارك في هذا الأمر أنا نفسي أدفع الأموال في المناسبات الحسينية لأجل طبخ الطعام في المواكب والهيئات وحينما يسنح لي الوقت فإنني أقوم بهذا الأمر بنفسي لكن يا أيها الشيعة يا أيها الشيعة هذه إكسسوارات للخدمة أنا أشجع وأدفع الأموال للمواكب الحسينية فكل شعائرنا نحن نريدها ونريدها أن تبقى ونشجع على استمرارها أنا مع التطبير ومع الزنجيل ومع اللطم ومع البكاء ومع الصراخ ومع طبخ القيمة والهريسة و وأنا أشارك فيها لكس اليوم نحن أولاد الحسين نحن أبناء المواكب الحسينية أنا وأمثالي تخرجنا من هذه المواكب ولازلنا نواصل العمل فيها نحن أبناء هذه المواكب وأبناء هذه الهيئات حينما أنتقد شؤونها لست ضد هذه الشؤون إنما أقول لكم يا من تقولون نحن خدام للحسين هذه إكسسوارات الخدمة الأصل هي خدمة إمام زماننا ولذا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي ليس هناك من ثانية للخدمة الحسينية كما تفكرون أنتم الخدمة الحسينية تتلاشى في خدمة إمام زماننا الخدمة الأصل هي هذه التي أحدثكم عنها أن تكون على طول السنة لإمام زماننا صناعة تيار فكري مجتمعي هي هذه الخدمة الحقيقية أما البكاء واللطم واللدم والصراخ والجزع وسائر شؤون مواكبنا الحسينية في كل نشاطاتها يأتي في الحاشية لا بد من إتياننا بالشعائر الحسينية لكنني سأقرب لكم الفكرة هذا الخاتم أكسسوار وهذه الأزرار أكسسوارات إذا كنت عاريا فماذا أصنع بها إنما تظهر فائدتها مع الثياب مع اللباس قد تكون لها من قيمة محدودة وقد تكون لها من فائدة محدودة بمعزل عن اللباس لكن قيمتها الحقيقية وفائدتها العميمة تظهر مع اللباس اللطم والبكاء حتى الزيارة أكسسوارات إلا إذا كانت زيارة لزائر عارف بحق الحسين الذي يكون عارفا بحق الحسين فهو عارف بحق إمام زمانه الذي يكون عارفا بإمام زمانه يكون عارفا بالحسين والذي يكون عارفا بالحسين يكون عارفا بإمام زمانه صلوات الله عليهما وعلى آلهما الأطيبين الأطهرين أما الزيارة من دون معرفة فهي أكسسوارات أمور لها قيمة لها منفعة لكنها محدودة جدا 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 صدقوني نحن هنا في مؤسسة القمر هنا في قناة القمر كادر القناة الشباب هنا في كل سنة ينصبون هيئتهم الخاصة بهم في داخل البناء ويعلقون السواد منذ آخر شهر ذي الحجة وينزعونه في فجر اليوم التاسع من ربيع الأول في فرحة الزهراء مثل ما وصفه أمير المؤمنين وصف التاسع من ربيع الأول إنه يوم نزع السواد فإننا ننزع سواد المؤسسة في التاسع من ربيع الأول وكادر القناة يطبخون الطعام في العاشر من المحرم هنا في داخل بناية القناة ويوزعونه بعد ذلك على محبي العترة الطاهرة لكن هذا لا يعد بشيء وأنا في كل سنة أمازج القيمة التي يطبخونها بتراب الحسين لكن هذا أمازجها بيدي بنفسي لكن هذا لا يعد بشيء هذه أكسسوارات في الخدمة الخدمة الحقيقية هي هذه التي أدعوكم لها حينما أنتقد الخدمة الحسينية التي تمارسونها أنا نفسي أقوم بها إحنا ما نقدر نترك الحسين الحسين متشلب بقلوبنا وإحنا متشلبين به ما نقدر نترك نستمع إلى أحسين الزغير ترجمة نانسي قنقر